بصي ممكن يعني زي ما قلت كده في البداية الاكل حلو نقاف عمل الاكل وبتاع بس ما بعد الاكل بقى وقفة المطبخ ولاقي مثلا كم وعين وترتشت زيت وسبنة وحاجات كتير طرق القديمة شوية خلاص ما بقيتش موجودة انا عايزة حل سحري مش عايزة اتعافي اي حاجة فعلا المنتجات اللي معينا النهاردة دي منتجات سحرية انا مش هبقى مصدقة نفسي وانا بنظف بيها هي حاجة حلوة قوي وحبها فرقه بس على البداية كده هي دي منتجات شركة كورية لكل البيت يعني مش للمطبخ بس لأتي هتسهل علي حاجات تاني في شغل البيت كله يعني خشب ألاقي خشب خشب تراب وبحس ان انا بعد ما بنظف بلاقي التراب بيتراقب على الاسطح كل ده مش هيكون موجود خالص مش محتاج اهم الخلطات بقى اول حاجات دي لا لا خلص كل ده بطريقة سحرية هنقول عليها دلوقتي وانا بفرقه على كل حاجة منهم طب فرجينا بتدين بقى كده او فرجينا احنا عندنا اول حاجة دي فوتة الدهون دي فوتة ثلاثية وفي منها فوتة عادية وفي منها قرص ده على قد ما ايدي تقدر تمسكوه يعني ممكن اجيب القرص عادي ممكن اجيب الفوتة الثلاثية الفوتة الثلاثية دي انا بقى هورها لكم ان انا ممكن اقدر اقسمها لتلات حاجات هي ناحية نعمة وناحية خشنة دي المنتج ده مايكروفايبر ده الاساس اللي بيخليها تنظف معي دي منقسمة لتلات اقسام كده ممكن ان انا اهي من ناحية دي بواضحة اكتر ممكن ان انا اقسمها خلاص لتلاتة تلات اجزاء فدول هيوفروا معي قوي ان انا ممكن كمان اصبم بها الشقة المطبخ عندي تي ناحية نعمة وناحية خشنة ناحية الخشنة هي اللي بصبم بيها ناحية النعمة دي بفنش بيها ده في شغل عادي الفوتا ديت انا لو عندي دهون على البوتاجاز الحوامل الفريام بتاع البوتاجاز الخفط استخدمها بمنظفات لأ خلص سأقولك جدا كنا بروس حاجة قبلها لا لا انا في بخاخة كده بحط فيها ميا من الحنفية ما فيهاش اي حاجة خلص بروش كده وبمسح بيها فدي حاجة حلوة قوي ان هي بتحافظ على نعمة أيدي اول حاجة تاني حاجة ان انا مش بستخدم منظفات خلص ما تجيبش اي مواد كمواية عليها احنا بنعمل خلطات ونروب لا لا وبعد ما بنخلص ننظيف ادينا بتتشقق وبتتجرح وبنتعب ونلبس كلافز ونعط ننظف كل ده مش هيكون موجود مع الفوط السحريات دي بجد حاجة يعني مش هتتوقعوها وانتو بتنفضفوا المطبخ او بيتكو اساسا يعني طب انا برش المياه مياه من الحنافية عادي زي ما انزلت مش محتاجة حط مثلا لخل ولا الحاجات دي لا ولا خل ولا بوكربونات ستوديوم ولا اي حاجة من الكلام ده خالص واسبها بقى يا نسيب المياه عليها ولا امسح على طول ايه لو انا هنضف الدهون بمية سخنة دي ما بتتبلش كتير لازم تبقى منادية بس تكون منادية او برش المياه لا لا العصر دا ماينفعش مش هيجيب معايا النتيجة دي تكون منادية وبعدين لو انا مثلا فيه طبعا احنا اللبن على طول بيفور معينا دا اكيد دي لما بينسيبه على البوتاجاز بيادوبة برشة مياه بامسح كده بيها بتشيل كل يعني بتشيل وبتنظف وتلمع يعني مثلا اللبن اي لبن اي طبيق اي لبن اي طبيق اي دهون على سطح البوتاجاز كل دا بيتشيل مع الفوتا دي عندي مثلا لو انا حطى مروحة في المطبخ فيه ناس بتحطوا مراوح المراوح بيجي عليها زي دهون متطيرة طبعا الدهون صحيح تمام دي على طول كده بمية بتمسح لي ولا اكان يعبت ما اكل بيخلص انا بمسح بيها ما بخدش وقت خالص موسيقى